العمارة البرامترية أو التصميم البرامتري بشكل عام بالأول الأخير صرنا نسمع كثير بهذا المصطلح ونشوف أمثلة كثير معقدة عنه قد بالبداية تظهر كمعقدة المهندس ممكن يطلع لها يشوف أنه نوعا ما شبه مستحيل أني أنشئ تصميم هيك أو أنفذ مشروع بهذا التعقيد أو بهذه التفاصيل ولكن لو رح تشوف معنا أساسيات التصميم البرامتري وتفكير البرامتري رح تشوف كم هو ممتع التعامل بهذا المجال ورح تفتح لك أفاق جديدة ما كنت أبدا متخيلها خليكم معنا بهذا الفيديو لنشوف أنه نعرف أكثر عن تصميم البرامتري طيب كلمة برامتري لأنه مرتبط بكلمة برامتر واللي هي العوامل الأولية أي أن تصميمي مرتبط بيعوامل أولية ممكن يكون أرقام ممكن يكون قيم تانية أنا لما بغيرها لهذه العوامل الأولية بيغير كل النتاج النهائي لتصميمي بشكل أساسي هي الفكرة العامة كل ما نعرف معاناة التعديل اللي بتصير معنا فمثلا ممكن نضل أسابيع نشتغل على المشروع ممكن نشتغل عليه برسم ممكن يدوي ولا بالأوتوكاد ولا بأي برنامج آخر ولكن لما نقدمه أو نعرضه لمشروعنا على الزبون أو على الدكتور اللي عم نتعامل معه أو كده فممكن ينطلب مننا تحديل على نقاط معينة في تصميمنا على سبيل المثال إذا كان المبنى عندي فيه 150 شباك وأنا نرسمهم بشكل يدوي غير برامتري وانطلب مني أني أعدل نوع الشباك مثلا أو تصميمه أو أبعاده عمليا أنا رح أضطر أعدل يدويا على 150 مكان على الأقل في مشروعي من عدى البلانات من عدى المقاطع من عدى الواجهات فهذا الشيء عمل طبعا مضني وكلتنا منحاول نهرب منه بينما لما بكون أنا مصمم الشباك من البداية بشكل برامتري ورابطه بعوامل أساسية برامتر فبيكفيني أنا غير على هاي الأرقام أو العوامل الأساسية لحتى يتغير كل شيء في التصميم عندي طبعا مثل ما بنعرف أفضل مثال على هذا العمل هو برنامج الريبت لأنه عندما تتعامل مع تصميم أو تتعامل مع عناصر دكية لها معلومات وهذا مفهوم البي أم ولي هو بلدينيك افرميشن موضني دعنا نأخذ مثال آخر اللي هو البرامترك بنش البرامترك بنش مثل ما بنعرف بمكاننا نصممه بشكل صلب بشكل يدوي على أي برنامج من برامج التصميم من ثلاث الأبعاد مثل السكيتش أب أو الـ 3Dماكس ممكن على سبيل المثال نصرف نصف ساعة من العمل لتصميم هاي الكتلة وتقطيعها ولكن بعد هاي نصف ساعة من العمل أنا بكون أنشأت هاي الكتلة بذاتها بعينها يعني أنشأت تصميم واحد فقط فإذا أنا فيما بعد اضطريت مثلا أعدل أو أبدل على التصميم أو أنشأ كتلة تانية فهذاك الوقت راح أضطر نصرف نصف ساعة تاني وهكذا يعني أنا كلما أرادت أعمل تصميم جديد فرح أضطر أعيد الجهد من أوله بينما لما مشتغلوا من الصفر بشكل برامتري فأنا عمليا ما عم أنشأ الكتلة أو الجسم الصلب بنفسه بحاله وإنما عم صوغ آلية أو برمجية اللي هي فيما بعد ممكن تأنشأ لي عدد لا نهائي من المقاعد البرامترية طبعا لما قلنا آلية أو برمجية فدخلنا بمفهوم الخوارزميات الخوارزميات هي عمليا سلسلة من التعليمات المتتالية اللي كل منها بتأدي مهمة معينة فعلى سبيل المثال أن المهمة اللي ممكن أطلبها من الخوارزمي هي مثلا عملية الجمع فممكن تكون المهمة اللي عم تأديها هاي الخوارزمي هي الجمع والعوامل الأولية تكون عندي أرقام مثلا واحد وواحد فلما بدخل في الجمع بيكون الناتج اثنين فلما بغير العوامل هدول كل شيء فيما بعد بيكون تغير وهكذا لما أنا بعتمد على هذا التفكير المتسلسل بتصميمي فبقدر أنا أنجز مهمات كتير كبيرة بي سهولة فائقة لأني عمليا أنا عم خلي المهام الحوسبية المهام المتكررة المهام الصعبة يقوم فيها الخوارزميات بنفسها وأنا علي يكوني بقى التصميم والبروستس عمليا العملية التصميم بحالة تابعة طيب لهون هيك شفنا تعريف عن العمارة البرامترية شو أهم استخدامها أنا بالنسبة لي شو بتفيدني العمارة البرامترية كاستخدامات في حياتنا اليومية طبعا التفكير البرامتري أو التصميمي للبرامتري دخل في كتير أمور في حياتنا اليومية مو بس بالهندسة والعمارة والفن في مجالات كتير كبيرة ولكن لنا كمهندسين أهم استخداماتها هو كالآتي رقم واحد تسهيل التعامل مع الأجسام المعقدة الأشكال اللي كانت بفترة من الفترات نوعا ما شبه مستحيل أنك تتخيل أن تتفكر فيها أو تحولها من خيال إلى واقع أصبح بالإمكان بالقدرة الحوسبية أنك تتعامل مع كمية كبيرة من البيانات وتربطها بتصميمك رقم اثنين الـ Digital Fabrication واللي هو التصنيع الرقمي واللي عمليا هو أنك تحول هاي الأفكار من Digital Model أو من شيء موجود على الكمبيوتر إلى واقع أنك تحاول بأدوات معينة تعملها إنتاج وتصنيع تربطها بماكينات ممكن CNC، Laser Machine، 3D Print وإلى آخره فأنت تخطيت صعوبات كثير في موضوع إنتاج أو تصنيع تصميم معقد رقم ثلاثة الـ Optimization أو إيجاد الحل الأمثل فممكن أنا أربط Parameters أساسية مهمة في التصميم مثل ممكن التكلفة بتاع المبنى مواد البناء مثلا الطاقة المستهلكة في المبنى إلى آخره فلما بربط هاي ك Parameters وبدخلها للمحرك فبيحاول بيلاقي لي الحل الأمثل الحل الأفضل اللي بوافق التطلعات اللي أنا رائدة منه من هذا التصميم رقم أربعة الـ Generative Design واللي هو من أحدث التقنية اللي دخلت على مجال التصميم والبرامتري طبعا مثل ما قلنا من البداية أنه نحن ما عم نصمم تصميم واحد وإنما عم نصمم آلية هي عم بمكانها تصمم عدد كبير من الاحتمالات فالـ Generative Design بيعتمد على هذا الشيء بيولد توليد بيولد أعداد كتير كبيرة من التصميم بحيث بتحلك أنك تقارن بين أعداد كتير كبيرة من التصميم بنفس الوقت بيرمط لك كل واحد نهاية تصميم بنواتج معينة أو بقيم معينة فأنت بتختار مثل ما أنا بترجع لاختيار الحل الأفضل أو ممكن بتحصر تصميمك بأفضل خمسة من ناحية المالية مثلاً أفضل خمسة من ناحية الطاقة أفضل خمسة من ناحية الشكل التصميم وهكذا فأنت بتساعدك هاي تقنية على إيجاد أفضل حلول في تصميمك بعدما شفنا استخدامات التصميم الفراميزري طيب كيف ممكن أنا أبدأ في هذا المجال إذا عم تسأل فأفضل منصة للعمل أو أفضل برنامج للعمل عليها هو الراينو والغراسوبر لأنه الإمكانيات الموجودة في الغراسوبر إمكانيات كتير كبيرة ومع الوقت كلمة هلها عم تكبر أكثر عم يصير إلى إضافات أقوى فهي من أكثر المنصات المعروفة بين المصممين إذا مهتمين أكثر في هذا المجال فتابعوا الدورة اللي راح تكون معنا دورة عشر ساعات على الأقل تعليمية من الأساس من الصفر وإن كان أنت ما عندك خبرة في هذا المجال أو إن كنت أنت لست مبتدئ جداً في هذا المجال أو ماشي خطوة متوسطة راح نحكي عن البداية مع التفكير البرامتري تأسيس كيف استخدام الجراسوبر وهكذا ومن ثم عدة أمثلة عملية مطولة منشوف فيها أكثر التصميمات المعروفة والمشهورة والمطلوبة عملياً في الحياة العملية وتحطكم بالمسار الصحيح لتكونوا مصمم برامتري تمنى لكم الخير السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر